السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أسهل بكم في هذا المقطع بإذن الله اليوم رح أشرح لكم عن طريقة عن ثلاثة طبيقات جميلة جدا ورائعة جدا طبعا مجربها وكانت جدا جميلة ثلاثة طبيقات طبعا لاستعمال أو للمراعاة الطفل عندما تكون خارج البيت محتاج أنك تشوف طفلك الآن هل هو بخير أو تقدر أنك تسمع الصوت شوف الصورة تحركات داخل المكان وإلى آخره طبعا أول شيء نشرح على تطبيق أول واحد اسمه بي بي كام هذا التطبيق اسمها بي بي كام هذا ما دعنا بجوف من طبعا شكله اللي اسمه بي بي كام بإذن الله رح أطر لكم الرابط للأندرويد وإذا كان لدينا بإذن الله للآيفون أو بالآي او اس أول شيء ندخل على تطبيق بي بي كام جميل هذه هي واجهة التطبيق طبعا عندكم هنا لاختيارك كطفل أو اختيارك كأب عذرنا نضخطا لأ لهنا الطفل طيب اختيارك كأب أو طفل وهنا تختار الواي فاي دايريكت أو اتصال على الطول أنا مثلا مختار أني أنا أن جهازي هذا هو جهاز الأب فبختار جهاز الأب مثل ما تشوفون أمامكم خلونا الآن طبعا مثل ما تشوفون أمامكم عندنا طرق كثيرة جدا للإتصال عبر الجوار خلونا مثلا بدخل على اتصال تلقائي وإنه يدخرك على جهاز على طول خلونا الآن نتقل إلى الجهاز الثاني عشان نربطه وطلق التربطه مثل ما تشوفون أنا داخل التطبيق داخل الجهاز الذي يشوفون أمامكم في جهاز الآيفون الجهاز الذي عضر من الطفل أو كاميرا للطفل أنا أدخل على واي فاي دايريكت وبختار هذا جهاز حق الطفل أو الأب أدخل على البيبي أو الطفل مثل ما تشوفون أمامكم أنا عندي صورة هنا جاهزة صورة الطفل يعني يجب نعمل الانترنت طبعا خلونا أنا بكبر عليها عشان تكون الصورة وكبر على الطفل نفسه خلونا الآن مثل ما تشوفون أمامكم جهازي الثاني حق الأب أبضغط على اتصال فقط تلقائي وهو الآن مع اتصال تلقائي طبعا تفعل معي الجهاز على طول مثل ما تشوفون أمامكم هنا الآن متفعل عندي الجهاز بث مباشر جهاز كامل يعطي لي مثلا متى الوقت يعطيني متى كم لشغال الجهاز كم الساعة طبعا شحن هذا الجهاز كم شحنه عندي اعدادة ثانية أني أقدر أسمع الصوت أني أتكلم داخل هذا المكان أني أستمع ما قاعد يصير تنبيه إذا صار الطفل صوتها عالي يعني طالع في صوت أو صح أو أي كان توفير طاقة طفل هناك أعدادة كثيرة جدا مثلا دعونا الآن أشغل الفلاش الآن هو قاعد أشغل نفس الجهاز هنا أضغط مثلا الاستماع الآن قاعد أسمع على الجهاز نفسه دعونا مثلا نقول نزوم الصورة مثلا تشوفون قاعد أزوم الصورة أكبرها أصغرها على أنا اللي أبغاه وفي أدادات كثيرة اللي تشوفونها أمامكم أنا مثلا بعطل الكاميرا ما بغاها تشتغل مثلا بتشوفون عطلت الكاميرا من الجهازين اللي تشوفونهم أمامكم خلوني مثلا بشغلها من جديد واسوغلها تفعيل تفعلت معي الكاميرا وكانت يعني مثلا ما تشوفونها أمامكم وش عندنا بعد كذلك كذلك عندنا أول ما يصير تنبيه خلونا ضغطة تنبيه مثلا ما تشوفون الآن هذا الصوت اللي يطلع من عند جهاز الطفل خلونا نرفع الآن الصوت نتخيل أنك أن الطفل يصيح طبعا علي تنبيه أن نتجاوز الصوت الحد الذي حددته تحقق مما إذا كان الطفل بحاجة إلى مساعدتك مثلا ما تشوفون الآن قال لي أن الطفل محتاج إلى مساعدة وروح الآن شوف الطفل طبعا هذا البرنامج ليست فيه إمكانية إمكانية أنك تشوف الطفل هل هو بخير يعني عذرا أنك تشوف الطفل في تحركاته هو فقط تسمع الصوت وجهاز وكاميرا الطفل خلونا الآن نتقل إلى التطبيق الآخر أما الآن في التطبيق الثاني باسم سيمبل ناني سيمبل ناني هذا هو التطبيق اللي بذلك ما تشاهدون هذا الشعارة مثلا ما قلنا التطبيقات شاربناه تكون ها تكون ها في الديسك طيب الآن نبي نختار الجهاز أو النوع الجهاز اللي أنت بتحدد كمراقب لك أنا مثلا بختار الجهاز اللي هو مثلا حق الآباء الآن نستنى الآن نروح الآن على الجهاز حق الطفل ونشوف كيف نفعله مع بعض طبعا ناخد على التطبيق باسمبل ناني الجهاز الثاني جهاز الطفل خلونا ندخل على بيبي كاميرا مثلا تفعلوا مع الأجهزة وفعال كل شي جميل جدا شي جميل جدا ونفعل مع الجهاز داخل هذه الأشهزة طبعا مثلا امامكم قاعد يطلب لي الآن الاعدادات الآن نقدر نشغل مثلا هنا مثلا نشغل الفلاش شغل الفلاش عندي جهاز الرؤية الليلية أو شي زي كذا أو دقة تزور وتكون أحسن وعندي كذلك إذا الطفل إذا الطفل مثلا محتاج أغنية أو شي زي كذا عشان يستمع لها نحط له أغنية تهدي شغل أغنية الآن نجي للطريقة الثانية ألا وهي إذا الطفل سمع صوت يعني طبعا عالي أو صوت أعلى منه الطبيعي خلونا الآن نجرب نرفع نفتح الصوت ونشوف إذا نعلي صوتنا السلام عليكم ألو ألو طلع للآن إعلان طلع للآن إشعار وهذا الإشعار بداخله صورة للي يصير للطفل الآن ندخل عليها طبعا ندخل لتطبيق أنك تشف خلونا مثلا خارج لنا التطبيق وبدأ يدور الصوت أبشوف جتني إشعار وأن الطفل محتاج إلى مشكلة أدخل الصورة ألقى الصورة موجودة هذا الطفل الآن بشكل واضح شغل مايك اسمع الطفل أو يستمع الطفل وإلى آخره من التطبيقات خلونا الآن ندخل على التطبيق الآخر أما الآن مع التطبيق الثالث باسم دورمي طبعا الدورمي هذا يعمل على الصوت بين الطفل والطفل من جهازك إلى الجهاز الطفل نبدأ ندخل على دورمي نشوف معنا الجهاز تشفونا أمامكم باسم دورمي هذا طبعا واجهة التطبيق طبعا أول ما تختار دورمي يطلع لكم هل تريد جهاز الطفل أم تريد جهاز الأب أنا مثلا بختار هذا جهاز الأب الآن ننتقل مع بعض إلى جهاز الطفل اللي شوفونا أمامكم هذا هو جهاز الطفل اللي أنا أبغى يكون هذا جهاز الطفل أبختار من هذا الإعداد وأختار إلى جهاز الطفل أو جهاز الأب أنا طبعا جهاز يختار جهاز أو الطفل طيب الآن شوفونا أمامكم من يسارنا جهاز الطفل و جهاز الأب طبعاً من تحريكتك من هذا الجهاز تحركونا تختارون كذا يبدو الآن يبحث على جهاز الطفل أنا بروح على جهاز الطفل وبحرك هذا حط هنا يحاولنا يبحث على جهاز الأب اتصلوا مثلاً أمامكم بين الجهازين جهاز الأب و جهاز الطفل أو تستطيعون كذلك أنكم تربطون من جهاز الصوت أوقف مثلاً الصوت من هنا أو أني أوقف الصوت من عندي من هنا فأنتم الآن تستمعون إلى أني قاد أستمعانا إلى جهاز الطفل فأنا الطفل أتكلم أو طلع مننا صوت أو طلع مننا بكاء أو شيء زي كده فالمهارات طول يجين التمبيه على الجهاز ولكن أدرونا أنها أمكانية قدرة جداً ولكن لم تبدو معنا فهذه الأمكان شكراً لكم جميعاً بإذن الله أن يكون أفاتكم هذا المقطع أن أراكم إن شاء الله ربنا الله في مقاطع شكراً لكم جميعاً لكم لهذا المقطع بإذن الله أن يكون أعجبكم هذا المقطع على ثلاثة تطبيقات طبعاً أجصلني هنا الشعار بأنه أنا فصلت الجهاز على الجهاز الطفل على الجهاز الأب ما علينا منه طبعاً لتشوفنا أمامكم هذه ثلاثة تطبيقات باسم بيبي كام و سيمبل ناني و درومي هذه هم التطبيقات إن شاء الله أنت تعجبتكم هذا الفكرة رأيكم بإذن الله في مقاطع أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته